من ساعة ما بدأت عملك الحقوقي في مناصرة قضايا المرأة يعني سنين طويلة أنا مش عايز أكبرك لكن هل خلال هذه الفترة حصلت مكتسبات حقيقية للمرأة؟ أوه طبعا يعني من غير ما تكبرني ولا حكي 29 سنة ودي حاجة أعتز بيها ده ده بعد التخرج طبعا يعني لما نتكلم على ما يقرب من 30 سنة فيه أكتر من 30 قانون تم تغييرهم فيه حاجات كنا بنتكلم عليها خيال يعني على ذكرة أحدث التعديلات أنت عندك النهاردة الختان جناية وليس جريمة صغيرة وكمان اتخذ إجراءات مشددة وأليات للمتابعة والتنفيذ أنا لما اتخرجت 92 اترافعت في قضية في قضية ختان لما كنت بترافع قدام القضية كانت محالة ما هياش اسمها ختان اسمها خطأ طبي القاضي قدام جنح الجلاء وانا بترافع لي اوستاذ انت بترافع يا كأنك بترافع في جناية فقلت له ايو فندم لان هي جناية وانا عملت دفع بتغيير القضية والوصف من جنحة خطأ طبي لجناية بتر جزء من جسم إنسان كنا بنقول الكلام ده على انه خيال سنة كم؟ 92 92 لسه المحكمة او عفوا لسه مجلس الشيوخ اقر يعني انه جريء الختان جريمة وطبعا العقوبة اللي يعني حضرتك يعني اسمعك بتوصل لعشرين سنة انا عايزة اقولك على التغير حتى في الخطاب الديني يعني كان شيخ الازهر انا زاك الامام جاد الحق طلع بيان رسمي ان الختان ده جزء من السنة النهار ده احنا شفنا شيخ الازهر الامام الطيب طلع بيان رسمي قال انه ملوش علاقة بالسنة السنة لم تتغير لكن احنا اللي بحسنا ورؤيتنا وتطقيقنا هو اللي تطور عشان كده طبعا على مدار السنين دي حصل تغيير ادي مثلا قضية واحدة كنا بنناضل من اجلها ما حدث النهار ده كان خيال لما بنتكلم على التطور اللي حصل على المستوى التمكين الاقتصادي النهار ده ما فيه شركة ممكن تسجل في برصة الاو عضو مجلس ادارة فيها لازم يكون سيدة في مثلا خمسة وتسعين وسنة الفين لما كنا بنتكلم على كوتا للنساء في البرلمان اتقال كده بصريح العبارة اسكتوا ده غير دستوري ما حدش كلمنا على الموضوع النهاردة بتتكلم على ستة وعشرين في المية من النساء في البرلمان ده ما جاش بالساهل بالمناسبة يعني مناقشات واخترات حق المرأة المصرية انها تدي اولادها الجنسية لو متزوجة من غير مصري ده تقلنا خراسه ده قضية امن قومي سنة الفين واربعة تغيرت فلما تفتح الموضوع سنة اتنين وتسعين وتلاتة وتسعين واربعة وتسعين كان بيتقلنا كده محدش يفتح بقه لا طبعا فيه تطور حاصل وتغيرات مهمة حاصلة اشتركوا في القناة